إن أصحاب الأعضار عموماً لهم كيفية مثلاً في الطهارة ولهم كيفية وطريقة في الوضوء ولكن إذا كان الإنسان على حال معين الحالة دي بتستوجب أن ننصحه بطريقة معينة في أن هو يتطهر بيها أو يتوضع بيها هنا نقدر الحال أو نقدر رفع المشقة والحرج عنه بقدر الحاجة اللي عنده أو بقدر ما يرفع به المشقة من حاله ده يعني في حال إن الإنسان له ظروف خاصة هو هيسأل فيها مثلاً زي لكن إحنا عندنا عموماً إحنا عندنا وضوء أصحاب الأعضار مثلاً زي المريض بمرض سلس البول مثلاً إحنا بنقوله إزاي يتوضع ونعرفه إزاي يتوضع ده قاعدة عام الأول كل من أصيب بمرض زي مرض سلس البول مثلاً ده يعتبر من أصحاب الأعضار اللي إحنا بنقوله إن حضرتك تتوضع لوقت كل صلاة وتصلي الوقت كل صلاة يعني إيه؟ يعني أنتظر لحد ما أداني أزل فكان أتأكد من دخول وقت الصلاة وبعدين أتوضع وأصلي الفريضة دي دلوقتي نعم وإذا كنت أنا في مشقة بالبولة ده موجود طوال الفترة فما فيش ما يسع أداء أي حاجة إلا الفريضة دي يبقى أنا على وقت كل صلاة أنتظر لما يدخل الأزال وبعدين أتوضع تاني لوقت كل صلاة ومن رفع الحرج عنه إن إذا الإنسان يعني خرج منه بعض قطرات البول في بعض وضوءه وأثناء ما هو بيؤدي الصلاة فربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه ولكن عليه أن يتحفظ قبل أداء الصلاة علشان هذه القطرات لا تصيب ثيابه أو تصيب جسده نعم طيب يبقى أنا هنا مريض سلاس البول يبقى كلما يقرب لوقت الصلاة هو يبتدي يتوضع في الوقت ده لما يدخل وقت الصلاة يعني بعد الأداء خلاص هو تأكد وتيقر من دخول وقت الصلاة فيسمع الأزال فيبتدي يتوضع ويصلي ويرفع نفسه الحرج والمشقة بأنه يشعر مثلا أنه فيه شيء أو بعض القطرات الموجودة بس بشرط أنه يكون تحفظ أثناء بعد الاستنجاء وقبل الموجودة طيب نوضح للناس يعني إيه تحفظ يتحفظ يعني يضع بعض الحفظ اللي هو بيمنع وصول قطرات الماء إلى ثيابه أو بدنه طيب هنا فيه النساء أنا ساعات بيبقى لنا أهلين من كبار السن هو مش فاكر هو توضى ولا لا وبيكون فيه مشقة فيه أنه يذهب مثلا للحمام ويقوم بالوضوء فهنا يعمل إيه؟ لا هو مش موضوع النسيان هي المشقة في أنه يذهب للوضوء الأمر وأنه هو نسيان للوضوء أمر آخر خلينا نقول أنه لو نسي هو متوضع ولا مش متوضع يبقى إذا نستصح بالحالة اللي كان قبلها إذا كان النسيان ده عارض ومش حال دوي يعني على طول هو في حالة النسيان إذا كان بيعرض عليه وقته ووقته آخر لبقى بيبقى متذكر فيعمل إيه في حالة النسيان؟ هي استصح بالحال اللي كان عليها ودي قاعدة فرقية اسمها قاعدة الاستصحاب استصحاب الحالة يعني إيه؟ يعني إذا كان هو متوضع وبعدين مثلا انشغل بقراءة حاجة انشغل بشيء شغله أو دخل أي حد تكلم معاه فهو نسي هو متوضع ولا لا هنا يستصح بالحال اللي كان عليها أنه هو كان في وقت ما هو قبلها الوقت اللي هو كان ذاهب بيصلي فيه ده كان متوضع كان طهر فده لأن اليقين أنه هو كان على طهارة مع استصحاب الحال فهو هيظل كده أنا متوضع إلا إذا كان هو مش متذكر أصلا هو متوضع ولا لا كليتا يعني هو مش فاكر أصلا هو قام وراح توضف ولا لا في الحالة دي هنقوله لا هنا ما يغلب على ظنك أنه أنت مش متأكد أصلا أنت توضيت ولا لا هنقوله لا حضرتك إن شاء الله تتوضع إذا كان ده سهل عليكم ويوصر وده الأصل والواجب عليه أنه هو يذهب مدام ما فيه مشقة في ده موضوع بقى المشقة أنه هو يذهب للوضوء أو أنه هو يجد من يعينه على الوضوء فإذا كان كبير السن لا يستطيع أنه يعني يضع الماء على جسده لأي مرض ما أو فيه مشقة تلحق به أنه هو مثلا يتوضع الوضوء للمسلم الصحيح بيتوضعه فهنا طبعا الشريعة الإسلامية أباحث له أنه هو يتيمن وكمان مش بس كده ده الشريعة الإسلامية مش أباحث له في حالة أنه هو لا يستطيع بالكلية أو الطبيب أشار عليه أنه هو لا يجري الماء على جسده لأي سبب مرضي ففي الحالة دي يبقى يتيمن ونقوله إذا كنت ده في حال أنه أنت الطبيب أشار عليك بكده طب أنا عندي القدرة على استعمال الماء ولكن أنا لا أستطيع الوصول إلى الماء يعني أنا في الحجرة وما أقدرش أقوم لحد المية وأتوضع ولا أجد من يعينني على الوضوء ومهم لا أجد من يعينني لأن الأصل أنه لو عنده من يعينه ولو بأجرة يعني لو فيه حد في البيت يعينه يساعده حتى لو بيتفعل طبعا لأنه ده الأولى في أداء والأكمل وإحنا بنتجه دايما في أداء العبادة على أكمل وجه فإذا كان فيه في البيت من يعينني ولو بأجرة فالأولى أنه يتجه ويتوضع يعني يعينه على أداء الوضوء ويوضعه ويصلي هنتكلم في الوضوء في الصلاة بالكيفية اللي يستطيع الصلاة بيه ترجمة نانسي قنقر